السلام عليكم ورحبا بكم عند السابق دولات تركيا اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية وهي مقارن بالترك ولا مقارن لعمة ناس الجي يقولوا مقارن بالترك وكي نحيي ناس البوليدة والناس قليعة يعيطوا له ناس مديتان يقولوا له مقارن لعمة وصفة قديمة جزائرية وصفة الأصلية بالدقيقة على عجين الملح والماء لا يوجد دقيقة على عجين متوسط كيلة ونصف كيلة ونصف الملح والماء نطم فيه حتى نتحصل على عجينة متماسكة نطم ملح العجينة الثانية هيا الوصفة هادي زمان ممحنا في دارنا كنا نقوم بزمان العولى مقارن لعمة وفتله ومقارن بالترك ونصحرقه في رمضان ويجيبنين يشاهي هنا بعد ما طميت العجينة تريح من بعد نعجن فيها و نسقيها شوية بالماء كاين تاني عملت تاني يديا في السمن هنا ما في الميتش برك باش ما تلسقليش العجينة في يدي و الزمان كانوا يفتلو يخلو فوق السيار فوق السيار ينشف انا ما عنديش سيار حطيتو فلكسيكس كاين تاني كنا نشوفو جدودنا يحطو هكي السبحة في يدهم و يفتلو و يفتلو راني فتلت معاكم في المباشر فلا احنا هكدا يديرو هكدا بيدهم و يطيحو شوفو هكدا حبيبات صغار و نخليوه يبس و كاين انا تاني نديرو بزاف هكدا يجيني ساهل فوق اللوح ندير هكدا بشوية بالفتاتة هكدا غير شوية و نحطو ينشف هكدا يا و نحطو و بعد حطيتو في سنيوه خليتو يبس وهيلك النتيجة بعد ما يبس ما ننسيه و ما نديروش حبه فوق خطها باش ما يلسقناش و يجينا شوفو كيشرا هم زرباع راهو على حبي الشاهي فلا هنا نحكمو مقلا و لا تاجين و نحمصوه حتي يقولينا نتحصلو على اللون الدهبي نار متوسطة و نقعدو نحمصو فيه غير بالعقل بديك الريحة الله الله تطلعت شاهي فلا نحمصوه نتحصلو على اللون الدهبي غير شوفو كيشرا هم زرباعي شاهي حطيتو يبرد انتخلتا راح تنوجد لفاقس لي هي درت شوية زيت شوية سمن لحم كفة الافيانداشي لبصل الملح في الكحل و قريفة و القرفة و خليتو يطيب نجرة درت الماء سخون يغلي بعد ما اغلي الماء درت الملح و ارميت المقارون هنا نحرك في الفاقس ارميت المقارون التاعي شوفو كيشراه و خليتو طاب لمدة قريب 10 دقائق قريب 10 دقائق دي مينوتو هو يطيب و بعد نحيت له بيانسور صفيتو درت له طريف زبدة و خليت كمية كبيرة على الحم و خليت شوية حطيت من الفوق و غليت ولاد الجاج كما راكو تشوفو تزيين ما شاء الله شوفو كيش مزربة شوفو الله الله احنا نديروهما مزمن كنا نديرو العولة و ننصحرو به في رمضان فريمان يجي الشاهي احنا مبقى ليغين نقول لكم شاهية طيبا نتمنى تجربوا هاد الوصفة التقليدية و نقول لكم مع السلامة في امان الله اللهم انا تقولون السلام